احنا عايشين كتحدي اخر على شريط ديق من اسوان لاسكندرية الكلام ده بقى له قد ايه بقى له اكتر من 150 سنة اللي هو شريط المحازل النيل كان مناسب ايام محمد علي من 150-160 سنة انه بقى في 4 مليون عايشين بس ما بقاش مناسب ساعد لما خدنا قرار واحد وتمانين ولا اثنين وتمانين مليون في نفس المكان طب ده عمل تحدي طبعا عمل تحدي بيه بقى اه طبعا عمل تحدي في العشويات والتخطيط العمراني عمل عمل تحدي في التنمية العمرانية عمل طيب انا كل ده بجواب على سؤال العصر الاول نعم استنى بس يا فصل انا ما صدقت يا فصل في السياق وانا ما صدقت ايضا قابل فخامة الرئيس وانا ما صدقت ايضا قابل فخامة الرئيس في نفس السياق يعني دائما نشهد هذه الشفافية المعهودة منك وفي كثير من اللقاءات في التحضير لهذا اللقاء مع فخامتكم كنت تتحدث عن ضرورة ان يفهم المجتمع بكافة شرائحه السياق يفهم اصل المشكلة ذكرت تجارب مثل سنغافورة ذكرت كوريا الجنوبية وقلت ان الناس او المجتمعات ترى الحل النهائي ولا ترى السياق ما الذي قصدته فخامة الرئيس ده كلام جميل قوي يعني اعايز اقول ايه من كام يوم كده كنت موجود وقلت مع الولاد بتوع الاشبال بتوع الكورة فولد منهم بيقول لي ايه انا حبقى زي محمد صلاح فقلت له تقدر تعمل محمد صلاح تبقى زيه اذا لو انت عايز تعمل التطور والنمو والتقدم اللي عملته كوريا الجنوبية اللي عملته سنغافورة اللي عملته اي دولة اخرى تقدر بس السياق اللي اتعمل هو العمل والعمل والصبر والتطحين اول تاني العمل 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 الصبر والتطحين كده انت مش هتحل الموضوع في مدة زمنية سنة واثنين وثلاثة لتحديات كبيرة زي لا انا بكلم عليها انا عايز اقولك انا عايز اعمل ربط كهربائي مع المملكة العربية السعودية عايز اعمل ربط كهربائي مع دولة اليونان عايز اعمل ربط كهربائي مع ايطاليا عايز اعمل ربط كهربائي مع السودان وليبيا طيب انا مؤهل لكن خامت رئيس هل ممكن يكون مثل هذا الربط مع ايضا الاردن كان هناك حديث قريب محتمل لا والسؤال مش كده والاجابة بتاعته حاجة تانية انا جاهز لدولة لا قبل كده ما كنتش ايه ما كنتش جاهز دلوقتي انا جاهز كل التوفيق ده اقصد كلمة انا بقولها يا فيصل انا جاهز انا بقولها بكل تواضع مش بمش ان ما كانش ينفع اقول دي ما انت بتطلب مني كشعب كمواطن مطالب بس انا وانا بحققلك المطالب دي باخد مسار ده المسار لا اقصد المسار ده انت معي كمواطن مستعد تتحمل تكلفته تتحمل تابعاته تتحمل ضغوطه ولا لا هي دي القضية والحكاية في البلد لزوفة الاقتصادية بش قوية شكرا